بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء العزاء أساتذة الأجلاء مرحبا بكم مجددا في برنامجكم كتاب كل أسبوع كتاب اليوم يعد إطار للسلطة القضائية هام للمشتغلين بالمحامة وأيضا القضاء وكل الباحثين في المجال القانوني كتاب اليوم هو النظام القضائي المصري للأستاذ الدكتور الأنصاري حسن النيداني الأستاذ الدكتور الأنصاري حسن النيداني هو رئيس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة بنا وقد شغل سابقا منصب وكيلة كلية لشؤون الطلاب والتعليم كتاب اليوم من 159 صفحة ولكنه دسم بالمعلومات القانونية يحتوي على بابين الباب الأول القاضي والباب الثاني ولاية القضاء وفي الباب الأول وهو بعنوان اختيار القضاء واستقلالهم يقدم لنا الكاتب شروط تعيين القاضي والشروط الواجب توفرها في القاضي من أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وكاملة الأهلية وقال لا يقل سنه عن 30 سنة إذا كانت تعيين بالمحاكمة الابتدائية وعن 38 سنة إذا كانت تعيين بمحاكمة الاستئناب وعن 43 سنة ألا يقل عن 43 سنة إذا كانت تعيين بمحاكمة النقدة وأيضا من الشروط الواجب توفرها أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق وأن يكون محمود السير حسن السمعة وأيضا أن لا يكون قد صدر عليه أي حكم من المحاكم أو مجالس التأديم في أمر مخل بالشرق ولو كان قد رد إليه اعتباره ثم ينتقل الكاتب إلى مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته وبالباب الأول أيضا نجد في الفصل الثاني منه واجبات القضاء ومسؤولياتهم ويسطر السيدة الدكتور بحروف بارزة أنه نظرا لسمو وظيفة القضاء ولخطورة المركز القانوني للقاضي وعظم المهمة الملقاعة العاطقي فإن القانون يفرض على القضاء واجبات خاصة الواجبات دي شرح السيدة الدكتور أن من ضمنها حذر القيام بأي عمل تجاري وكذلك حذر القيام بأي عمل لا يتطفق مع قرامة القضاء وكذلك حذر إبداء الأراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي ثم ينتقل في الفصل الثاني من ذات الباب إلى المسئولية الجنائية والمسئولية التأديبية للقضاء ونظام خاص للمسئولية المدنية وهو ما يسمى بدعوة المخاصمة ثم يقوم الكاتب بتقديم شرح تفصيلي لنظام دعوة المخاصمة بداية من مبررات دعوة المخاصمة حيث لم يشأ المشرع أن يعفي القضاء من المسئولية كذلك لا يصح أن نخضعهم للمسئولية المدنية كقواعد عامة العدالة تأب حرمان المتقاضين من مسألة القضاء مدنيا وأيضا لا يستقيم أن نفتح الباب على مصرعي أمام مسألة القضاء ومهاجمتهم بدعوة المسئولية المدنية ويوضح الكاتب أن دعوة المخاصمة هي دعوة تعويض وبطلان دعوة المخاصمة هي دعوة تعويض وبطلان وهي الطريق الوحيد لمسألة القضاء مدنيا وقامت المادة 494 بإضاح أسباب أو حالات إقامة دعوة المخاصمة وهي على سبيل الحصر الغش والغدر والتدليس الخطأ المهن الجسيم إنقار العدال قام الكاتب بشرح تلك الأسباب تفصيلية ثم انتقل إلى معاد دعوة المخاصمة وكيفية رفع دعوة المخاصمة ونظرها والحكم فيها أما الباب الثاني وهو بعنوان ولاية القضاء ولاية القضاء ابتدى الكاتب الفصل الأول في ذلك الباب بالمسائل التي تخرج عن ولاية القضاء وهي الأعمال البرلمانية وأعمال الحكومة أو ما يسمى بالسيادة وأيضا الحصانة القضائية وقام بشرحهم تفصيلا ثم انتقل إلى الدفع بانتفاء الولاية دفع انتفاء ولاية القضاء دفع بعدم الاختصاص وهو متعلق بالنظام العام وبالفصل الثاني من ذات الباب يقدم الكاتب جهات القضاء واختصاصاتها يبدأ بالمحكمة الدستورية العليا ودرها في تفسير القوانين ورقابة على دستورية القوانين واللوائح وأيضا حل التنازع بين جهتين قضائيتين على الولاية وهو ما يسمى بالتنازع على الولاية ثم ينتقل إلى جهة القضاء العسكري ويقدم تفسير شامل لجهة القضاء العسكري واختصاصاتها وأيضا ينتقل إلى محكمة مجلس الدولة ثم يعرض مثالين في الفصلة الأخير من ذات الباب للمحاكمة المتخصصة أولا المحكمة الاختصادية بدورها باختصاصاتها بكيفية إقامة الدعوة أمامها وأيضا محكمة الأسرة وكامل اختصاصاتها يقوم الكاتب بعرض تفصيل كتابة اليوم أساتذتي وزملائي كان النظام القضاء المصري والنهاردة أنا حابب أقول أن محتوى الكتاب أهم من أي معلومات بسيطة بتعرض عنه محتوى الكتاب هو الدليل هو المرجع ودائما وأبدا أقول لكم دمتم بسلام